قال يوسي سيئة كابتن حمادة بعد المباراة المباراة كانت متزنة مصر نجح في تسجيل هدف ولكن كانت هناك فرص للسنغال لكن الفرق لم تتمكن من التسجيل رسالة اللاعبين بعد المباراة هنا لعبنا مباراة الزهاب فقط ولسه في مباراة عودة قلت اللاعبين ارفعوا رؤوسكم لدينا مباراة أمام جماهيرنا زي ما جماهيري النهاردة كان ليها تأثير إيجابي على مصر نتيجة 1-0 نفسيا ويأعترف تماما أو نفسيا جيدة لمصر وأيضا بالنسبة لنا النتيجة ليست كبيرة لأمامنا تحضير كبير لمباراة العودة المتسأل قالوا له أنت لم تستطع أن تحرز أهداف في مصر سواء في النهاردة أفريقي أو في النهاردة فقال مش معنا أن مصر سيسجلت هدف لنسجلناش يبقى عندنا مشكلة في العبتي ولكن زي ما قلت هحضر جيد لمباراة المقبلة ايه رأيك في الكلام ده كلام وقعي كلام منطقي في مكسب النهاردة 1-0 طبعا جيد بالنسبة لنا ولكن لسه في مبراد قيابة وجودة إن شاء الله يوم الثلاث فرقتين كبار يعني أنت كنتش هتتوقع نهاردة أن الفريق مثلا ممكن يجيب جنين أو ثلاثة أو كده بمصر وصن غاية بس الحمد لله لكل حال الحمد لله طبعا وبردك المطس اللي هيبقى هناك برضك هتلاقي الجيم مقفول شوية ممكن هيبقى فرصتنا إحنا أحسن شوية لأنهم ممكن هيبقى عندهم اندفاع شوية على أساس عايزين يحرزوا هدف على أساس عايزين يعوضوا الهدف اللي دخل فيهم على أساس أكد المباراة تبدأ من قوله جديد فهمهمتنا إحنا تتلخص في اللي إحنا لازم هناك بندفع كويس ما يخشش فيك هدف ولازم تعتمد على الإمكانيات والمهارات والسرعات اللي عندك ولازم يبقى فيه تكتك زي النهاردة النهاردة أنت كنت كويس أنا أكلمك كلام فني صحيح كويس لأنهم عندهم من أحسن اتنين لعيب طبعا غير سادي ومانيه واسماعيل أصار عندهم الباكين كويسين يعني هو بوناسار واللي هو ساريوسيس ده اللي دخل صحيح الباك اليمين والباك الشمال كويسين جدا عندهم وعملين جبهات مع سادي ومانيه ومع سماعيل أصار إحنا قفلنا المساحات دي كويس يعني فتوح وتريسجي قفلو وكان السلية بيميل شوية نحت شمال صحيح والنحية التانية عمر جابر كان موجود وكان بيميل النيني فاحنا مدلناش مساحات ليه لأنه كنا من قابلهم في نص ملعب هنشوف إن شاء الله لا يا بولي ساني من قابلهم في نص ملعبنا في نص ملعبنا فأفلين كل المساحات عشان كده ميزة كوروش إن هو بيلعب بالتلاتة في نص الملعب صحيح صحيح بضي بندرات اللي ما بتوع دفاع عشان بيأمنوا النواحي الدفاعية كويس أو فده اللي خلى فيه تفوق لمنتخب مصر في أول ربع ساعة أو تنس ساعة وكان عندنا تفوق شوي صحيح فهو عرف يلعبهم إزاي واعتقد السيناريو بتاع الماتش هناك حيبقى نفس السيناريو دوت مش هتديهم مساحات خالص لأن عندهم مهارة ساد يومانية مهارة طبعا علي عندهم إسماعيل أصار مهارة مع سرعة عندهم لعب من دي لعب كويس في نص الملعب بيعرف بلعبهم كورا كويس فهو كيروش أريهم كويس أو مذكرهم كويس